ونعود مشاهدين في الذاكرة قليلا عندما بدأ ربط العملة الفرنجل سويسري باليورو نتذكر فقط بأن خلال التاسع من أغسطس عام 2011 كنا قد شهدنا الفرنجل سويسري يصل إلى أعلى مستويات تاريخية مقابل دولار نتيجة عملة الفرنجل سويسري كانت كملاذ آمن وكنا قد شهدنا تدهور اليورو بشكل حال إلى حين ما جاء البنك الوطني السويسري في السادس من سبتمبر عام 2011 ليعلن ربط الفرنجل سويسري مقابل اليورو عند مستويات الواحد عشرين ومنذ ذلك الحين كنا قد شهدنا حالة من الاستقرار لهذه العملة لاحظة ضمانة من العام سبتمبر 2011 إلى اليوم قبل هذا الإعلان كنا قد شهدنا حالة من الاستقرار بالقرب من مستويات الواحد عشرين في هذه الأثناء ما لاحظناه بأن الفرنجل سويسري استمر في الضعف ليصل إلى مستويات الواحد عشرين وكنا قد شهدنا أيضا احتياطات المركز تصل إلى مستويات الحد الأقصى عند أربعمائة وستة مليار فرنج سويسري في تلك الأثناء يعني بدأنا نشهد هنا البنك الوطني السويسري يشتري العملات وبالتالي نشهد ارتفاع واضح بالنسبة للإحتياطات لديه اليوم وصلت حتى إلى فوق الخمسمائة مليار نتيجة هذه المشتريات وبالتالي كنا قد شهدنا ضغوط عليه كثيرة وإلى حد اليوم لحد ما شهدنا ربما فك هذا الارتباط اليوم كما شهدنا أن مركز كان يخفض الفائدة أيضا بحوالي الربع نقطة المئوية كنا قد شهدنا هذه الحركة خلال الشهر الماضي ولكن اليوم أيضا شهدنا تخفيض أيضا إلى حوالي 75 نقطة أساس نقطة في السالب اليوم طبعا هذا التحرك لفك الارتباط ولكن حتى مع تخفيض مستويات الفائدة بحوالي 3 أربع نقطة المئوية هذا لم يساعد فرنجل سويسري على حالة من الاستقرار ولكنه أخذ في الارتفاع بشكل حاد جدا وصلت هذه الارتفاعات إلى أكثر من 30 في المئة مقابل اليورو ترجمة نانسي قنقر